هل الزمالك خرج من المنافسة طواعيةً وكان يقدر يكمل ولا كان ما كانش يقدر يعمل أكثر من كده تبقى للقائمة الموجودة خاصةً إن بعد مطش الأهلي لو تفتكروا فوزوا على الأهلي كان الفارق بدأ يقل ما بينه بين الأهلي وما بينه وما بين بيرامدز وتصورنا إنه الزمالك خلاص دخل مرة أخرى في المنافسة بكواه بعد مطش الأهلي على طول الدينة غيرت مع جميز بشكل كبير جدا إزاي؟ عفنياً آه للأسوأ ولا للأسوأ؟ للأسوأ آه يعني أنا عندي وجهة نظر في جميز ممكن تبقى غريبة شوية قلتها مرة واثنين وثلاثة طب والناس مش عارف مقتلع يعني في ناس موافقة وفي ناس مش موافقة جميز مدرب كويس ملعب مش هيتكوتش بمعنى بمعنى من ساعة ما جي جميز نادزة مالك ما شفتولوش إدارة ماتش فنياً عالي فيه هو يقدر يعمل لك شغل ملعب بيخلي اللعيبة دي بتلعب شغل استحواز شغل خططي بشكل اللي هو إيه اللي هو أنا باعرف حرك اللعيبة في الملعب فهمدي أنا قدر أحفز اللعيبة أفكاري بس في نفس الوقت ما عرفش عامل تركات في قصة المبرامة وأنا شغال ما بعرفش دي الماتش اللي هو أنا مش هفتولوش تغيير عليها على العين يعني كنا بنتفرج مثلاً على العين يعني اللي موجود يعني لا 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 بص فريرا كان نفس الموقف خد بالك كان في السيزوني اللي اتنين سيزوني اللي خاد الزمالك فيهم الدوري كان الكوالاتي أقل من كده كمان يعني ما كانش فيش حتاو ما كانش فيه زياد كمال ما كانش فيه عبدالله السعيد ما كانش فيه ناصر مير ما كانش فيه أحمد حمدي ما كانش فيه ما كانش فيه ما كانش فيه ما كانش فيه أسماء كتير جداً ماشي وفريرا صنع ولاد صغيرين وإدل كان بغير طريقة اللعب في الماتش مرتين يبدأ 3-5-2 وقت ما يبكون عايز يكسب يحاول طريقة 4-3-3 يكسب بيها ويرجع 3-5-2 عارف أنت التركات بتاع المدير الفني اللي هو أنا قاعد آري الفرقة اللي قدامي وإمتى هغير طريقة اللعب وإمتى هعمل التغييرة دي يا رجل ده في ماتش الأهل والزمالك فريرا غيرش بن شارق وزيزو في ماتش واحد والناس الجننت ونزل سيف جعفر ويوسف وثامة نبيه لو فاكر وكانت مصر كلها في الزمالكوية ترعبه إيه ده ده بيخرج زيزو ده بيخرج أشرب بن شارق ده الرجل ده بيهزر وفي الآخر خد اللي هو عزه من الجيم وكسب التركاية بتاع الجميز مش شايفها في الماتشات في التغييرات ده وجهة نظر الشخصية طيب رأيك يا كابتان عزيز لا يعني اختلف مع كابتان طالد طبعا الرجل غصبا عنه انت كل اللاعبة المميزة كلها في نص الملعب عنده مشاكل في الباكرايت زي من قولت عنده مشاكل في الباكرايت عنده مشكلة في الباكليفت عنده مشكلة في السيردباك عنده لا خط الخلفي ده أنا لما يكون عنده أبو الفتوح بيلعب أساسي وهو بيلعب ماتش النهاردة وبيغيب لي 3-4 ماتشهر ولعب جيب واحد باكرايت ألعبه باكليفت معه دي برضو الأفكار اللي انت بتبقى عايز تعملها في الملعب ممكن بتغيرها انت بتوعب تغيرها كتير عشان ما عندكش العناصر اللي انت ممكن تغيرها يعني ناس كتير قوي بيلوموا على حسابة عبد المجيد طب يا جماعة ما وهنا ما عنديش عناصر تانية واضح جدا أنه مش مقتنع بمحمود على الأقوية لو زيزو مش في حالته نادزة مالك دهوقتي بيقل بنسبة كبيرة جدا مصطفى شلبي بعد دلوقتي انت بتلعب هو بيلعب على حاجة واحدة بيخليه يفتح الملعب عشان يلعب واحدة على واحدة بس انت برضو الوقت عندك هو ناصر كتير يعني تلقوا ممكن شعب لك عبدالله السعيد وناصر ماهر وقبل بيصباح مكحمدي في الآخر هتوقت تختار من كل اللي انت جبتهم دولة تلات لعيب عشان يلعب في نص الملعب مش هتلعب زياد وعبدالله حمد شحاتة وناصر ماهر كل دولة في نص الملعب أما تيجي لما أنا يكون عندي اختيار واثنين وثلاثة في كل مركز أنا هقدر مثلا لو زيزو النهاردة وحش مايلعبش المطش الجاي هلعب واحد تاني هخلي يبقى فيه من نفسه أما أنا كده كده أنا حاطت في بطني بطيخة صيفي إن أنا هلعب المطش الجاي وبعدين يعني هو الراجل فيه حاجات كتيرة ممكن مايقدرش يغيرها لأنك بطرق انت كل تلات يام مطش فأنا هغير مين هدي مين الثقة بقى الواحد بقى له كتير ما بينعبش هل ده أترجعه ولا مرجعه أنا عايز أسأل السؤال قبل ما تختم أتفضل أه لا لا أتفضل هو قطاعات الناشئين معمولة اللي يابعلي عشان تطلع على العيب أه طيب هل نادي الزمالك اللي بيصرفوا على قطاعات الناشئين ما عندوش واحد بكلفت أنا بقولك عنده أنت طريبا جهرت على السؤالك وتريس هسألولك أنا عنده هسألولك بس عشان تقولي تفصيل ماشي الأول بس قولي في كلمة واحدة الزمالك خرج من المنافسة على الدوري خرج طبعا خرج طبعا اه طبعا الزمالك محتاج يعمل ايه ما تبقى من الموسم هو الراجل اللي آخر ماتش مش طلع اتنين ولاد صغيرين ولعبهم عمار ياسر ومحمد السيد طب ما أنت عندك هو ما تطلع يا باشا لتناسل أماكن اللي فضلة لنقص عندك لا ناصر بما أنه الموسم ممكن يكون بالنسبة لك انتا فأنت ممكن تجرر هو بدأ كمان يا كريم أنا دايما بحب أتفرج على المؤتمر الصحفي لكل مدير فني بيقول ايه هو عايز يوديك فين عايز يوجهك فين فهو دوت اللي تبني عليه الفترة الجانب شطرة تكلم الكلام بتاعه لأنه هو قالك أنا عايز الناس تصبر لأنه هو خلاص زي ما كابتن طري قال هو طلع برا المنافسة فهو هيطلع ناس هيطلع ناشئين لأنه كان قابلي كده كابتر لما كان كسبان النادي الاهلي فهو قالك أنا ممكن أخش أخد الدوري أو أروح أنافس أو أروح أخش المربع أو أخد مركز تاني أو أول فهي دي النقطة أنا هو يا ابو علي لما تيجي انت تبقى محتاج مركز الباكلفت وتلعب لي نضاي مطش واثنين وثلاثة والفرقة تخسر من المكان ده في الحتة دي وأصر أن أنا لعبه وعندك أولاد في النادي يقدروا لعبه في المركز ده ولو هم بنص رجل أهو مركزه هيعرف يلعب فيه هيعرف يقدي فيه لو هو واقف ما بيعملش حاجة على الأقل خالص لأن المركز ده كريم طب هو ليه مشه سكر؟ سكر ليه ماشي؟ بغض النظر بقى هؤلاء اللي مشي ماشي خلاص إحنا مش هنبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقوله الفكرة كريم أن أنت عشان أنا عارف وقتها خلص أن أنت ليه ليه ما حاولتش أن أنت تحط كل واحد في مكانه خاصة من الصغرين دول من بدري شوية وكده كده أنت مش مطالب منك أن أنت نفس فكرة